انا لا سيدة في هذه البلاد وان الشعب هو السيد تحيا الجزاء هاد المنحة بتاع البطالة لي باش نزيد فيها ان شاء الله تدام من الفين وخفة وعشرين سلام عليكم خيوتي مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وطني ديزاد في فيديو اليوم راح نتحدث على منحة البطالة وجديد تاحة وهذا بعد اللقاء لدار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والالتزامات لدارهم بخصوص العهدة الجديدة التيعو واللي كان من ابرز هذه الوعود اللي قالها انه راح يرفع في الاجور وكذلك راح يدير منحة المرأة الماكثة في البيت وهذه المواضيع كامل اغلب الجزائريين رهمي سقسي وبالزاف وما راهمش فاهمين وشي هو الفرق بين منحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت وكما تعرفوا انه قناة وطني ديزاد هي القناة الوحيدة في الجزائر اللي يجيب لكم اخبار منحة المرأة الماكثة في البيت ومنحة البطالة بدون كذب يعني اخبار رسمية مئة بالمئة لذلك نتمنى ومنكم دعمونا بلايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد واللي عنده اي استفساري يكتب لي في التعليقات وانا راح نجاوبكم ويلا نبدأوا الفيديو اذا نبدأوا بمنحة البطالة وكل جديد يخصها ومن بعد فتول منحة المرأة الماكثة في البيت ورح نحكي كل شي بالتفصيل بالنسبة لمنحة البطالة هناك خبراء قلوب اللي راح تولي مليون وثانمائة سنتيم لانه منحة البطالة تزيد كل ما زاد الاجر الادنى الوطني المضمون وباش نبسط المعادلة هذي وكل واحد يفهم ليه بعد الزيادة في الاجور لسنة الفين وخمسة وعشرين حتى الالفين وسبعة وعشرين راح تكون زيادة تلقائية في الاجر الوطني الادنى المضمون والزيادة التعو راح تكون لها تابعات وزيادة في جميع المنح ومنحة البطالة ومنح المتقاعدين ومنح الأمراض المزمنة وبالزيف منح يعني راح تكون لها تابعات كل ما تزيد حاجة راح تزيد معها الأخرى وكما قلت لكم هضروا خباراء وقالوا أنه ممكن توصل أو تفوق مليون وثمانمائة الف سنتيم هذه بالنسبة لقيمة زيادة في منحة البطالة وبالنسبة للمشاكل التاحة لاحظت أغلب الناس جاهم ميصاج تعدحيين منحة البطالة ومن راح وجدروا التحيين منهم اللي ما جاهمش الميصاج ومنهم اللي ما داوهاش بمحمل جد هذا كامل نراهم قصاهم من منحة البطالة لذلك لازم مرة على مرة تروحوا الأقرب فرع لوكالة تشغيل وتسقصوا على الحالة التيعكم ممكن يكون جاكم الميصاج وما شفتوهش واللي غيروا رقم الهاتف التاحم أيضا لازم يروحوا يمدوا لهم رقم الهاتف الجديد وبالنسبة للناس اللي بعثولهم عروض عمل هذا ماهوج دليل على أنه حبسولهم منحة البطالة لأنه ممكن يكون شخص بعثوله عرض عمل ومن بعد صاحب العمل رفضه يعني دال له رفض هنا هذا الشخص راح ترجع له منحة البطالة ويلغي له عرض عمل هذه بالنسبة لمنحة البطالة واللي مفهمش حاجة يكتب لي في التعليقات بالنسبة لمنحة المرأة الماكثة في البيت نحكي عليها في الفيديو الي terms وقلنا انه صحيح راح تكون منحة المرأة الماكثة في البيت لكن الشروط تاح konuşكون هما المستفادين منها هذه المعلومة واحد معلاء بلوا بها وما تصدقوش الناس اللي راح يقول لكم بدووا يسجلوا في منحة المرأة الماكثة في البيت واللي راهم يقول لكم هكا قلوا جبلنا الدليل على الحضرة تاعك وزيد ثاني ليراهم يقولوا هذه المنحة مكانش منها ومجرد كذب راني حطيت لكم دليل في الفيديو الي terms تلقاه في صندوق الوصف أو التعليق الأول في خطاب تعسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واللي قال أنه أنا كنت واحد من الأشخاص الذين كنت طالب بإنشاء منحة المرأة الماكثة في البيت واللي ما شافش للدليل يروح يشوف الفيديو اللي فات في صندوق الوصف أو يدخل القناة ويشوف الفيديو اللي فات ثم رح يلقى الدليل ويسمع بذنيه باش ما تقولوش راه غري يكذب علينا والله يجبنا في معلومات غير رسمية إذن خاوتي هذا هو كل شي بخصوص منحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت تلقاه أيضا في الفيديو اللي فات لازم تروحوا تشوفوه يعني لازم لازم وأي حاجة عندكم أو أي حاجة مفهمتوهاش اكتبوها لي في التعليقات وأنا نجاوبكم عليها وفي الفيديو الجاي رح نعود نشرح أيضا منحة المرأة الماكثة في البيت وبزاف الناس اللي راه مزالوا يسقصيوا إذا أنت عندك منحة البطالة اسكوا تستفيدين من منحة المرأة الماكثة في البيت وهذه الأسئلة كامل رح نجاوب عليها في الفيديو الجاي استناونا في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله